اشتركوا في القناة والسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير نحييكم مع انطلقة سن الكبار وتحديات الكبار ومسابة الثمانية كيلو متر مشاهدين متابعين العزاء انطلق قبل لحظات شوطنا التاسع والمخصص للأبكار المحليات الأصائل لسن الثناية والمسافة الثمانية كيلو متر رحلة هذا المسار وهذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير شكرا للزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق على الأشواط السابقة وأتواصل معكم في انطلقتي هذا التحدي وهذا المسار محدثكم متعب بن جبرين الشمري أتمنى توفيقه والنموس لجميع المشاركين أتابع البداية أتابع سيدة مع المركز الأول علي بن حليس بن سعيد العفاري منفرد بصدارة تياض التحدي وهذا الانطلاق الجميل للمركز الثاني متواجدة وقار راشد بن محمد بن سعيد المري مع وقار مركز الثاني المركز الثالث متواجدة ندى حمد بن غالم بن علي بن حمود الظاهري على المركز الثالث بهذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير المركز الرابع مباشرة محنة متواجدة سلطان بن سعيد بن مسلم الدرع على المركز الرابع مع محنة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير المركز الخامس متواجدة في هذه اللحظات ريسنك متواجدة سعاد سعود بن عمير المشقون على المركز الخامس المركز السادس من الجانب الآخر شعار الهامل المتواجد مع حرير المركز الخامس والتواصل مع هذه الانطلاق الجميل والتحدي المثير بتواجد هذه الأسماء وهذه الشعرات العملاقة التي لها صولات وجولات وبيض المهرجان الغالي على قلوبنا وعلى قلوب عشاق هذه الرياضة مهرجان سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد من سلطان آل الهيان ولي عاد أبو ربينا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة بظهر الله ورعا أنتقل إلى المركز السادس متواجدة في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين العزاء شعر الهامل المتواجد مع حرير حي بن خلفان بن محمد حي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهامل على المركز السادس المركز السابع مياسة علي بن حمد بن علي الشامس على المركز السابع المركز الثامن مياسة متواجدة عبد الله بن محمد بن محيروم المحرم على المركز الثامن المركز التاسع مبوش رزع فرانة جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي على المركز التاسع المركز العاشر وأختم بالنداء الأول هملولي هملولة صالح بن محمد بن عنوده العامري مع هذا الشعار الجميل أختم بالنداء الأول لرحلة وانطلقت هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير ويا محل الرقص مع الكبار الله يا متعة الكبار وابدعات هذه الشعارات وتميزها الجميل بهذا المسار الجميل والتحدي المثير سيارة لصاحب المركز الأول رصدت بنهايتي هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير وعلى زالة العفاري منفلت بصدارة هذا التحدي وهذا الانطلاق الجميل والمثير مبدع مع سيدة متسيدة لهذا المسار وهذا الانطلاق الجميل على رأس المقدمة على رأس المسار نصف المسار نصف المسار انتصفت مشاهدين متابعين العزاء وما تبقى إلا نصف المسار عن نهاية هذا المسار ولا زالة العفاري متسيد مع سيدة لهذا المسار وهذا الانطلاق الجميل علي بن إحليس بن سعيد العفاري على المركز الأول المركز الثاني من الجانب الآخر متواجدة محنة سلطان بن سعيد بن حبروث الجنيبي على المركز الثاني مع محنة بياض المسار الجميل والتحدي المثير أفضل توقيت مشاهدينها متابعين العزاء سيدة متواجدة صاحبة أفضل توقيت مطر بن مبارك بن سلطان بن غوث ألكتبي صاحبة أفضل توقيت هذه لغطات الجميلة من مخرجات النقل الجميل الهواري أبو طلعت مشكور صاحبة أفضل توقيت وأفضل تميز بهذا 13 دقيقة 23 ثانية بالوفاء وتمام نعود إلى المسار نعود إلى المركز الثالث مشاهدينها متابعين العزاء وقار يا وقار راشد وقار متواجدة رايز بن محمد بن سعيد بن سلعان المري على المركز الثالث بهذا الشعار الجميل والمثير المركز الرابع الله يا المركز الرابع متواجدة حمد بن غانم بن علي بن حمود أفضل على المركز الرابع بهذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير المركز الخامس زعفرانة يا زعفرانة وصل النعيمي تقدم النعيمي هذه اللحظات جبر من شمسان الرمزاني النعيمي على المركز الخامس المركز السادس يا سلام مياسا متواجدة علي بن حمد بن علي الشامس على المركز السادس المركز السابع المركز الثامن حرير متواجدة حيي بن غالفان بن حمد بن غالفان الحاملي المركز التاسع متواجدة في هذه اللحظات الشمود برغش بن طبازة رغش بن طبازة بالدودة العامل على المركز التاسع المركز العاشر يا سلام متواجدة في هذه اللحظات البيان مبارك بن محمد المبارك الخيالي بالعوام الخيالي مع البيان على المركز العاشر صاحب الشوط الخامس عين على النقطة الثانية بهذا الصباح الجميل والمثير هذا النداء الثاني مشاهدين متابعين العزاء ذحنا عليكم وعلى مسامعكم بالوفا والتمام نعود مع المقدمة نعود مع المركز الأول ومع قيادة هذا المسار وهذا التحدي الجميل والمثير يا سلام الله 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 وقار يا مقار رايز بن محمد بن سعيد بن سرعان المري يقتنص المقدمة يقتنص المركز الأول في هذه اللحظات مشاهدين متابعين العزاء المركز الثاني متواجدة نحن سلطان بن سعيد من حمروث الجنيبي على المركز الثاني على المقدمة المركز الثالث يا سلام شعار العفاري متواجد مع سيدة علم بن حليس بن سعيد العفاري على المركز الثالث في هذا المسار الجميل والتحدي المثير المركز الرابع متواجدة مساندة محمد بن غريب بن رايز بن مصبح الافتبي على المركز الرابع يا بينا مراغم هذا الشعار عين على المقدمة عين على المركز الأول المركز الخامس الله هذه الأسماء وهذه الشعارات القادمة بقوة في هذه اللحظات مشاهدين متابعين العزاء المركز الخامس زحفرانة متواجدة جبر من شمسان الرمزاني النعيم على المركز الخامس المركز السادس متواجدة في هذه اللحظات الشروط رغش من طبازة بالدودة العامل على المركز السادس 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 المركز الساد ما تبقى عن نهايتي هذا المساء والتحدي الجميع والمثير الافتيبي مع المقدمة الافتيبي يقترص الاموس حتى هذه اللحظات هو القادل لزمام الأمور مساندة حتى هذه اللحظات اب حمد مغريب برادلوف صبح الافتيبي على المركز الأول الكيل الخير الكيل المثير دايما لدى الملاك ولدى المغمرين جولة الأوامر وجولة التحركات حرك اللي متحرك وروح يلا بتروح ولا زالت مساندة مساردة مع المركز الأول مساردة مع الناموس مساردة مع القيادة حتى هذه اللحظات بدون أي تعليمات بدون أي تأمر تذكر من مالك والشعار محمد الغايب برادلوف صبح الافتيبي مع المركز الأول ولكن البيان البيان أصدرت البيان على المركز الثاني بارك محمد من مبارك العوال الخيري على المركز الثاني ولكن نعود مع المقدمة نعود مع المركز الأول من هذه اللحظات من هذه اللحظات أشكرك على هذا الأداء أشكرك على هذا الابداع الجميع والمثير الله 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 تهانينا 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 ونموس يبالك بسهردة محمد الغايب برادلوف صبح الافتيبي وسلام الحقر سلام تهانينا ونموس المركز الثاني كان وصول البيان مبارك بن محمد بن مبارك بالعوال الخيالي المركز الثالث كان وصول زعفرانه جبر من شمسانه الرمزان النعيمي المركز الرابع المركز الرابع كان وصول رسالة ودى منصور بن حمد بن سالم الاكتبه المركز الخامس كان وصول النشمي هذا الندل وهذا الشعار عبد بن حمد مطوع الضحية الاكتبه هذه النتيجة مشاهدين متابعين للعزاء كان المسار حافلا بالقوة والإثارة والتنابس الجميع ولكن استطاع الاكتبه اغتناص النموس واغتناص سيارة هذا المسار ويستاهل مالك مساندة محمد بن غريب براد بن مصبح الاكتبه على هذا الابداع وهذا التميز واشكر مضمن هذا الشعار حمد بن راشد العويسي على هذا الابداع والتميز تهانينا والنموس استنتظر التغوث الزمني الذي قطعته مساندة من مخرج هذا النقل 13 دقيقة 25 ثانية بل وفا والتمام يستاهل مالك هذا الشعار تهاني أما المركز الثاني كان وصول خيرة ناصر بن حمد كان وصول البيان مبارك بن حمد بن مبارك بالعور الخير وتغوث الزمني 13 دقيقة 29 ثانية 4 زامنة الثانية تهانينا والنموس أما المركز الثالث كان وصول زعفرانة جبر بن شمسان الرمزان النعيمي وانا انتظر التغوث الزمني الذي قطعته زعفرانة هو مقداره 13 دقيقة 32 ثانية 9 زامنة الثانية تهانينا والنموس تهانينا والنموس لجميع الفائزين تهانينا والنموس لجميع الفائزين